أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أحلى أن يعيش الإنسان متعاونا متكاتفا مع غيره إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق كان من سنته سبحانه وتعالى في كونه وخلقه أن الناس ليسوا على وتيرة واحدة وليسوا في مستوى واحد بل منهم الغني منهم الفقير منهم الصحيح منهم المريض هذه سنة الله سبحانه وتعالى في كونه وخلقه ثم شرع الله سبحانه وتعالى ما شرع من العبادات وجعل لها غاية جعل لها هدفا هو ما يسمى بمقصد الشريعة أو مقاصد الشريعة تلك الغايات والأهداف التي تبتغى من وراء تنفيذ هذه التكاليف وهذه العبادات من هذه المقاصد الكلية الجامعة التكافل بين الناس إذا نظرنا في فروع الشريعة الإسلامية نجد هناك ثلاثة أذرع شرعها الله سبحانه وتعالى من أجل أن تحقق هذا التكافل فنجد الذراع الأول الزكاة التكافل بمعنى شخص يكون في عون شخص آخر أو شخص يكون مساعدا لشخص آخر شخص يقف بجانب شخص آخر حينما يحتاج إليه سواء مساعدة مالية أو مساعدة بدنية أي أن كان وجه التعاون الأزرع الثلاثة التي وضعها الله سبحانه وتعالى أولها زكاة المال ففرضت الزكاة قدر معين من المال يخرجه المزكي يعطيه إلى من يستحق هذا القدر كما بيّن الله سبحانه وتعالى وبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني الصدقة الصدقة بمعناها العام شخص يخرج قدرا من المال إلى شخص آخر بلا نسبة محددة وبلا أشخاص محددين وإنما الأمر إليه على الساعة الأمر الثالث أو الذراع الثالث هو ذراع الوقف أو ما يساويه من الصدقة الجارية فالصدقة الجارية والوقف كلاهما شيء واحد وهو أي الوقف أو الصدقة الجارية معناه حبس مال أو حبس شيء أو وقف عين بحيث ينتفع بها الناس ينتفع بثمرتها الناس مع بقاء عينها وأصلها هذه الصدقة الجارية هي أحد الأذرع الثلاثة التي يبتغى من ورائها تحقيق التكافل بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الصدقة من الأشياء أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النوع من العمل هو المستمر للإنسان بعد وفاته فقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له الفقهاء رحمهم الله تعالى بيّنوا معنى الصدقة الجارية التي بها يتحقق التكافل والتعاون بين الناس فقالوا إنها هي أقرب إلى الوقف إن لم تكن هي الوقف في حد ذاته وهي في كل شيء ثابت يستمر لفترات طويلة ينتفع الناس من ثمرته يقول أحد الفقهاء إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر عشرة أشياء إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر ومسكن للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث حصري إن صدق الجارية تشمل أي شيء ثابت دفع مال في مكان ما في مستشفى مثلا يبنى أو في مسجد يبنى أو مدرسة أو أي مكان من الأماكن التي تبقى لفترة طويلة وينتفع الناس من ورائها هذه الصدقة ثوابها مستمر إلى أن تقوم الساعة ما دامت نية الإنسان خالصة لله سبحانه وتعالى يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتصدقين إنه سبحانه وتعالى جواد كريم وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر